بالمناسبة خدتوا بالك من انه رئيس الوزراء بيتفقد اعمال الترميم ورفع الكفاءة في منطقة جمع عمر بن العص طيب انا هنا هخليك او هخلي بعضنا احنا الاتنين نسأل مع بعض السؤال هو انه لما تلاقي انه الدولة قاعدة مستمرة زي ما هي في ايه في مسألة البناء ده على سبيل المثال في مسألة التحديث ده على سبيل المثال في مسألة اعادة الوجه الحضاري للقاهرة والمشروع الكبير لاعادة وجه القاهرة الحضاري الى سابق عهده وقت بناءه على سبيل المثال انت شايف قدامك الصورة ده اللي بيجرى عند مسجد عمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه وبالمناسبة هو ده اللي بيجرى طول الوقت يعني اللي انا عايز اقولهلك بمنتهى البساطة والاختصار واليسر هو انت لاحظت انه في حاجة وقفت في مصر مافيش حاجة الحمد لله والشكر لله وقفت على الاطلاق يعني مثلا مشروع حياة كريمة المشروع الاكبر الابرز الاهم والاعلى تكلفة لقدر الله وقف الحمد لله لا شغالين في زي ما احنا تمام ولا كأن في حاجة حصلة مشروع التأمين الصحي الشامل لقدر الله وقف اطلاقا زي ما احنا شغالين عادي جدا طيب اعادة وجه القاهرة الحضاري وقف ابدا شغال زي الفل والحمد لله قص على ذلك كل حاجة يعني مسألة البناء تحديث الصناعة بناء المدن اعادة وجه القاهرة الحضاري مش عارف ايه بيحصل فيه لقصر اعلى او اكبر مسألة على مستوى العالم بيعاد رفعها مرة تانية واعادة عرضها امام الجماهير من كل حد وصوب وهكذا يعني اي شيء كان بيحصل في جمهورية مصر العربية قبل ازمة الحرب الروسية الاوكرانية مستمر حتى هذه اللحظة تيجي انت بقى تقول لي ده انا كنت متصور بالنسبة انت تحقق انك انت تتصور او تتخيل ذلك تيجي تقول لي انا كنت متصور انه مثلا بعد الازمة دي او بعد مثلا رفع سعر الفايدة في مصر او بعد ارتفاعات في سعر الدولار فالامور هتبدأ تتكعبل هي تتكعبل في حالة واحدة بس تتكعبل انا اسف لو اقتصادك مش قد كده طيب تتكعبل في حالة واحدة بس لو اقتصادك لقدر الله صفر او بالسالب طول ما انت اقتصادك صاعد يعني على سبيل المثال اقتصادك صاعد ايه الدليل اقول لك الاقتصاد بتاعك احنا بنقيسه ازاي احنا بنقيسه على سبيل مثال المحددات بتاعتنا تبقى للأعوام المالية اللي هي نهاية ستة اول سبعة من العام المقبل فاحنا عمدنا عام مالي اللي هو واحد وعشرين اتنين وعشرين لسه ما خلصش هيخلص في نهاية شهر يونيو اللي جاي بإذن الله سبحانه وتعالى طيب اول ست شهور منه اقتصادك حقق اقتصادك انت يعني ده عرقك وتعبك وشقاك بالمناسبة حققت قد ايه معدل نموه في النص الاول تسعة في المية ارجع لتصرحات الدكتورة هلا السعيد طيب هتقول لي بص عم يوسف انتوا بأسلكوا ساعات كده تقولوا لنا شوية ارقام اقول لك لا 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 خالص دي تصريحات الدكتورة هلا السعيد وزيرة التخطيط حضرتك تقدر تاخد نفس دات التصريحات وتعمل عنها بحث لطيف ظريف على جوجل وتشوف يا ترى هل ترى هل المؤسسات الدولية بتقول نفس الكلام ولا لأ الحقيقة ليه الاقتصاد المصري الحمد لله والشكر الله محقق تسعة في المية في النصف الاول من العام المالي واحد وعشرين اتنين وعشرين نعود هنا بقى نعود نشوف يا ترى ايه اللي حصل في مصر خلال سنين بدأت من الف أسف كنت أقولك الف وتسعة ومية من سنة الفين واربعتاشر حتى تاريخه ايه اللي جار في مصر ايه اللي يسبب او يتسبب فيه نموه للاقتصاد المصري ايه اللي بيتسبب والقصة مش بس نموه فكرة التنمية طب ايه اللي قدى الى تنمية يعني لو انا حبيت اقولك بتقدير بسيط التنمية اللي في مصر تقريبا معدلها مية في المية طب يعني ايه معدلها مية في المية يوسف يعني احنا فلوسنا زادت مية في المية لا تنمية هنا يعني انعكاس معدلات النمو على حركة التنمية في الداخل المصري فحضرتك شايف ان في حركة التنمية ولا لا يجي واحد يقولك لا انا مش شايف اقوله طيب الجملة اللي انا دايما اقولها إحنا كنا عايشين طول عمرنا من ساعة منت ولدت ويمكن من قبل أو بعد كده عايشين على إيه؟ عايشين على ما نطلق عليه 7% فقط من إجمالي مساحة جمهورية مصر العربية إحنا دلوقتي أصبح في عندنا 14% هي المساحة المعمورة من جمهورية مصر العربية يبقى ده معناه إيه؟ معناه إنه المساحة اللي كنا عايشين عليها بقت الدبل دبل يعني إيه؟ يعني 100% ده مثلا طيب لما أجي أبص مثلا ده كان فيه عشوائيات وفيه مش عارف إيه فإحنا الحمد لله والشكر الله قضينا بالنص كده وما بين قصين عشان المصطلح العشوائيات الخطرة في حاجة تانية اسمها العشوائيات غير المخطط لها إيه الفرق ما بين الاتنين؟ دي مناطق خطرة قضينا عليها تماما وسكننا الناس الحمد لله والشكر الله سكننا دي يعني كلنا الدولة قدرنا إن إحنا نغير حال الناس من حال للأسف الشديد كان سيء جدا الحال أفضل بكتير هو أفضل وبس هقولك لأ ده حال جيد جدا الناس بقت عيشة في أماكن آدمية بالمعنى الحقيقي الكلمة مكان آدمي يعني مسكن لائق يعني مسكن صحي يعني مسكن يستوعب عدد ساكني ما تبقاش الناس قعدة فوق بعض يعني مسكن يبقى فيه مساحة للعين إنها تشوف مساحة خضرة ناس تقدر تروح تلعب رياضة ناس تقدر تمارس هوايتها ناس تقدر تودي لعالم دارس عليها الإيمة ناس تحظى برعاية صحية عليها الإيمة إلى آخره ده اللي حصل في مصر من تانمية هنا أقدر أقولك أيوة فندم التانمية حصلت تقريبا في مصر 100%